ضمن برنامج تابعاً لمنظمة اليونسكو يجري الآن في بلدة رحاب شمال الأردن استعادة رونق أرضية من الفسيفساء البيزنطية في كنيسة يوحن المعمدان التي بنيت في القرن السابع الميلادي والتي تضم أشكالاً هندسية وأخرى تمثل نباتات ونهري دجلة والفرات بالإضافة إلى ترميم فسيفساء المجمع الكنسي الذي يضم أيضاً كنيسة مبنية منذ عام 590 ميلادي كما أنجز فريق العمل ذاته الشهر الماضي ترميم فسيفساء كنيسة القديسة مريم التي بنيت عام 543 ميلادي في ذات المنطقة ويشار أن الرحاب تضم إثنتين وثلاثين كنيسة أثرية بينها كنيسة القديس جوارجوس المبنية عام 230 ميلادي والتي تعد من أقدم كنائس العالم اشتركوا في القناة